بداية فد مصدر قضاء مؤكد بأن تحقيقات في قضية محاولة تهريب 701 كيلوغرام من الكوكاين قد استؤنفت مجددا على مستوى قضية تحقيق في انتظار وصول نتائج الإنابات القضائية وقال مصدر مؤكد بأن تحريات ستستأنف خلال الصعات القادمة بالسماع لأبناء مسؤولين كبار كانت لهم علاقة مباشرة بالمتهم الرئيسي المدعو كمال بوشي وقال مصدر قضائي بأن تحقيقات تخوص هذه المرة أبناء مسؤولين معروفين من بينهم ابن جنرال كبير عقد لقاءات عديدة بالمتهم الرئيسي المدعو كمال بوشي في إسبانيا وأضاف بأن استدعاء ابن جنرال ضمن فريق من أقارب مسؤولين كبار في الهيكل المدني وحتى العسكرية يؤكد الحزم الذي يسير به الملف بناء على تعليمات رئيس الجمهورية بالمضي إلى أقصى حدف الملف مهما كانت درجة المتورطين فيها ويعتبر استدعاء ابن جنرال الذي بدأ الحديث عنه قبل أسابيع مؤشر قوي جدا حول جدية المسار الذي يأخذه الملف حسب أحد المحامين وكان كمال البوشي قد أورد خلال تحريات الأولية مع أسماء شخصية كبيرة وأبنائهم ضمن من كانوا يوفرون له تسهيلات وقد تم إبعاد كل ممن ثبت تورطهم معه من مناصبهم المدنية وحتى العسكرية وسيضطر ابن جنرال النافذ الذي تم استدعائه ضمن عدد آخر من أبناء المسؤولين إلى الرد على أسئلة قضية تحقيق حول لقاءاته مع كمال البوشي في إسبانيا السبيع قبل محاولة تهريب الكوكاين وأكد مصدر متابع للملف بأن قضية تحقيق سيشرع قريبا في توجيه دعوات واستدعاءات لسماع لأعضاء في الحكومة وأقارب لهم تبين أو توفرت معلومات عن علاقتهم بكمال البوشي